بعد عشرين سنة من دخوله حيز التنفيذ تعول الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بصورة ودية دون منازعات وبشكل يضمن مبادلات تجارية عادلة وهو ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في آخر ظهور إعلامي لها وعززه وزير الخارجية أحمد عطاف الذي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية لبلاده تغيرت وحان الوقت لإنهاء النظرة الأوروبية التي تعتبر الجزائر سوقا استهلاكية فقط وتحقيق التنمية المنصوص عليها في بنود هذه الاتفاقية شراكة نريدها أن تتجاوز منطق الربح التجاري الفوري في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ومنذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث التنفيذ في 2005 إلى غاية 2022 سجل الميزان التجاري عجزا مزمنا حيث بلغ حجم المبادلات ألف مليار دولار في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات الأوروبية داخل البلاد 14 مليار دولار ما يتعارض حسب الجزائر مع مبدأ تعزيز التنمية ونقل التكنولوجيا اتفاق فيه عدة محاور لألا من أهمها الجانب التجاري ولكن فيه الجانب الاستثمار تدفق الاستثمار والاستثمارات الأوروبية ضعيفة في الجزائر إذا ما قرنت باستثمارات دول أخرى كذلك الاتفاق فيه جانب متعلق بالمرافقة وتأهيل الاقتصاد الجزائري وزيادة قدرته التلافسية ونقل التكنولوجيا وتحقق الجزائر في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية وفي مواد البناء جعلت صادرات الدول الأوروبية للجزائر من هذه المواد تنكمش ورغم ارتفاع أسعار بعض السلع وفقدان البعض الآخر إلا أن منظمات حماية المستهلك تساند جميع قرارات الحكومة في هذا الملف هذه الاتفاقيات كانت وضعت لما كانت الجزائر تستورد كل شيء عبثية الاستيارات أما الآن فلا نحتاج منتوجات ننتجها وطنيا ونحافظ على منتوجنا الوطني وكان الاتحاد الأوروبي شهر يونيو الماضي هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يعتبره إجراءات تقييدية للحكومة الجزائرية يقول أغلب المتابعين هنا في الجزائر إن منع فرنسا تسويق شوكولاتة جزائرية صنعت الحدث مؤخرا له دليل واضح على اختلال الموازين في العلاقات التجارية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي على أن تكون سنة 2025 حاسمة في إعادة رسم بنود هذا الاتفاق الذي يجب أن يكون في إيطال رابح كما تقول الحكومة هنا محمد برغل الحرة الجزائر